أرسل الرئيس الاندونسي جو كوايدودو الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية بوزن 21 طن مخصصا للشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة وقال الرئيس الاندونسي خلال مرسمي إرسال المساعدات عبر طائرتين إلى مطر العريش أنه دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار لإنهاء الفضاع التي تحدث في غزة وذلك خلال لقائه الرئيس الأمريكي بالبيت الأبيض قبل نحو أسبوع وكذلك خلال قمة التعاون الاقتصادي لسيما والمحيط الهادئ في سان فرانسيسكو